هنا الهيبان نبض من نبضات العراق وهنا تموت اللغة الرسمية لتسمو فوقها لغة الشوق بين عراقي وشقيقه ليسأل العراقي مصطفى الكاظمي شقيقه العراقي بلغة الواثقة وعلى وجه السرعة في حراك مكوكي أمني وقيادي وصل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنطقة التي تعرضت لاعتداء الإرهاب السافر في كردستان إذن لا مكان للإرهابيين أو كل من يحاول الاستقواء على الدولة وبحزم وحسم يعلن مصطفى الكاظم استكمال مشوار ملاحقة المجرمين برسالة عاجلة إلى العراقيين أن القضاء على آخر ما تبقى من براثم الإرهاب هو نهج القوات الأمنية الباسلة إذن عراف الكاظمي من أين تؤكل كتف الإرهاب وخاصرته وقلبه وكل شيء فيه عندما وضحت صورة خلايا داعش في استغلال الثغرات الجغرافية وانشغالات السياسيين بصنيع ما يصنعون بعد مخاض الانتخابات العصير الرجل الأمني من الطرز الثقيل يعي جيدا بالتعاون مع قيادات أربيل رسم خطط أمنية تواكب التغييرات ويعي جيدا أن دم البشمرقة والجيش العراقي هو دم عراقي واحد موحد لا يمكن السكوت على من يحاول المساس به ومن مخمور إلى البصرة لم تتوقف الرحلة المكوكية العاجلة لمواكبة الحدث الإرهابي الذي خلف شهداء وجرح مشاركا ذوي الضحايا عزائهم الذي هو عزاء العراق أجمع متوعدا بالقصاص من القتلة والمجرمين مهددا بالقضاء على فرق الموت واستكمال مشوار القبض على قتلة العراقيين لسالة عاجلة إلى العراقيين منهم السياسيون على وجه الخصوص أن يدركوا صناعة حكومة تواجه الإرهاب والسلاح المنفلت وتكون قادرة على مواكبة جهود قوات العراق البطلة استخباريا وعسكريا وعمليا واضعا أمامهم الطريق التي تمهد لنوع الحكومة التي يريدها العراق ليخرج من ظلام الموت إلى شمس الحياة